موقع جديد للاسترخاء في منتجع جولمورغ للتزلج في كشمير يقدمه فندق هندي هناك بهدف اجتذاب السياح إليه مقهن على هيئة كوخ ثلجي يقدم الأطعمة والمشروبات الساخنة لرواده على طاولات مصنوعة من الجليد والثلج العاملون في فندق كولاهوي جرين هايتس الواقعي على الجانب الهندي من المنطقة استلهموا فكرة هذا الكوخ الثلجي من الملاجئ المنتشرة في القطب الشمري لكنهم أطفوا عليها بعض اللمسات المحلية مثل الباب المقوس كما حفروا مجسمات على الجدران المنحنية للكوخ وابدى السياح الذين أزاروا هذا المقهى الثلجي أعجابهم الشليد بالفكرة ومن بينهم سائح عراقي يضع عبدالله قال إنه أشبه بمنزل مبني من الثلج وإن كل شيء فيه مصنوع من الثلج وأضاف أن من ابتكر هذه الفكرة أدخلوا البهجة على رواد المقهى وجعلهم يرون شيئا لم يره قط في حياتهم ويقول حمد ماسوري المدير العامل الفندق إن هذا الكوخ هو الأكبر من نوعه في آسيا إذ يبلغ طول قطره 22 قدما من الداخل و25 قدما من الخارج بينما يصل ارتفاعه إلى 12 قدما ونصف القدم وأضاف أن بناءه استغرق 20 يوما وشارك فيه 15 شخصا وتوجد داخل المقهى الثلجي أربع طاولات تتسع لـ 16 شخصا وألحق الصراع الدائر منذ عقود بين الهند وباكستان في منطقة جبال الهملايا ألحق أضرارا بصناعة الترفيه التي كانت مزدهرة في كشمير لكن الزوار ما زالوا يتوافدون في كل شتاء للاستمتاع بالتزلج على المنحدرات التي تكسوها الثلوج هناك خالد حسين رويترز